الموت الأمريكا يبدو أن المعركة انتقلت من القلب اليمني إلى محيطه الإقليمي مؤخرا تم استهداف ناقلتين نفط سعوديتين قبالة السواحل اليمنية من قبل ميليشي الحوثي تصعيد لم يكن الأول من نوعه ولا الأكبر لكن ما أعقبه من تداعيات يحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام والتعجب إعلان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إقاف كل شحنات النفط الخام المسيرة عبر باب المندب وصف بأنه ثاني أهم حدث في المنطقة عقب إعلان عاصفة الحزم لما له من انعكاسات على الاقتصاد العالمي فالنفط هو الورقة الرابحة في يد المملكة ويبدو أنها وجرت الفرصة لاستثماره لكن المشهد هناك ما يبدو لا يقتصر على مخاطر صواريخ الميليشي على حركة الملاحة الدولية بل يبدو الأمر أكثر من ذلك إيران لم تغب عن مشهد استهداف النقلات وقرار إيقاف عبورها من باب المندب إذ حذر قائد فيلق القدس التابع للحرس التوري الإيراني لواء قاسم سليماني من ارتكاب حماقات تجاه طهران مؤكدا أن البحر الأحمر الذي كان آمنا أصبح غير آمن وأن السعودية أصبحت تحت خط النار جاء ذلك على خلفية صواريخ سياسية لا تقل أثرا عن مقذوفات ميليشيا الحوثي منها حرب التغريدات الكلامية بين ترامب وروحاني خلال الأيام الماضية يقول روحاني إن الحرب مع إيران سوف تكون أمة كل الحروب فيرد ترامب أن إيران سوف تعاني من عواقب وخيمة لم يشهد التاريخ مثلها إلا القليل تبادل عدائي مع الحديث عن عودة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران يأخذ معه اليمن إلى حافة الرهان الدولي بين المتصارعين الكبار ليصبح البلد ورقة في مزاد صراع الإقليمي وليس ببعيد عن ميناء الحديدة الذي بات ميدان لممارسة الابتزاز من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الرياض فاليمن تدخل حرب الاقتصادية المتقاربة والمعادية الإقليمية والدولية من باب الملاحة العالمية والتي فشلت معارك البر في حسمها المجتمع الدولي الذي غضى البصر عن الإجراء السعودي يدرك جيدا أن البحر الأحمر لم يعد آمنا كما قال الإيرانيون فمنذ تصاعدت هجمات ميليشي الحودي تجاه الناقلات والبارجات سواء عبر الصواريخ أو الزوارق المفاخخة ومنطقة البحر الأحمر أصبحت مدججة بالوجود العسكري لمختلف القوى العالمية